مع تدهور العلاقات بين باريس وباماكو قررت الحكومة المالية طرد السفير الفرنسي وإمهاله 72 ساعة لمغادرة البلاد عبدالله ديوب عبدالله ديوب هو وزير خارجية مالي صرح بأنه لا يمكن لفرنسا أن تبقى علاقاتها طبيعية مع دولة لا تعترف بالسلطات الانتقالية فيها فرنسا هو دولة دينالي سيطر تم تبقى علاقات التدريبين خامت المزيد الفرنسي يمكن أن يتعلمون على مستعمرة فرنسية سابقة تعيش أزمة في علاقاتها مع باريس تواجه حركات انفصالية في الشمال وحربا ضد الإرهاب في كيدال وتنبوكتو لكن السلطات في مالي لا يمكنها تأمين حدودها الشاسعة خاصة وأنها من البلدان الفقيرة في إفريقيا تقود فرنسا حربا ضد الإرهاب لسنوات لكن باريس قررت مؤخرا تقليص تواجدها في مالي في ظل خلافات مع السلطات الانتقالية الجديدة حول الانتخابات المقررة هذا الشهر ويرفضها المجلس العسكري بالنسبة لمالي شهدت في الأشهر الأخيرة طبعا مظاهرات مناهضة للوجود الفرنسي اتهمت باريس بالفشل في تحقيق مهمتها في تأمين مناطق الشمال أحرق الأعلام الفرنسية عندها في المقابل نددت الحكومة الفرنسية بالتقارب بين السلطات الانتقالية التي تحكم البلاد منذ انقلاب 21 أو أيار في عام 21 والحكومة الروسية هناك تقارب بين هذه السلطات وتقول باريس ان الانقلابيين يستعين بمجموعة فاغنر وهم من المرتزقة الروس لعرقلة جهودها في مالي جوني فلادريان وزير الخارجية الفرنسي أصدر بيانا يقول الحكومة الفرنسية أخذت علما بقرار السلطات المالية وقررت سحبه يتحدث عن السفير نجدد تضامننا مع شركاء الأوروبيين وخاصة الدينمارك وسنواصل محاربة الإرهاب بالساحل طرد السفير الفرنسي كان مادة للمعلقين العرب وهذه عينة من التغريدات نهاية دوغان تقول مع اني ضد حكم العسكر وضد أي تدخل من القوى العظمى في شؤون الدول الصغيرة بس مبسوطة من طرد السفير الفرنسي والقوات الهولندية وبتفهم لجوء عسكر مالي لروسيا نبيل الحمامسة يقول نبيل بداية النهاية للهيمنة الفرنسية الغربية على الساحل الأفريقي وصعود متنامي للتنيني الأسيوي العملاق نقطة بداية للسقوط الغربي كاملا إلى زباث لورا لا يجب ذلك لأن فرنسا ساهمت كثيرا في بناء هذا البلد الأفريقي بفضلها وبفضل لغتها اكتشفت العالم أو اكتشف العالم القطيعة بين البلدين ستنعكس سلبا على هذا البلد الإفريقي واحد أحسن قرار طرد سفير فرنسا من مالي يعني انتهاء المشاكل والفرقة واستقرار مالي فرنسا لا تزال تنظر للأفريق على أنهم لا زالوا تحت استعمارها العمري عبدالله لو لا الملامة شكله تدخل في أشياء مالي وماله فيها دخل شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدة